الأشجار هي رئة البيئة وهامة جداً لاستمرار الحياة على الأرض ونحن بين هذه الطبيعة البكر نتذكر ما قيل لأحدهم علمني التواضع قال له إذا رأيت من هو أكبر منك فقل سبقني إلى العمل الصالح فهو خير مني وإذا رأيت أصغر منك فقل سبقته إلى الزنوب فهو خير مني وعن حفظ السر نقول أنا أولى بصيانة سري أضعف الناس من ضعف عن كتمان سر لا تستودع سرك أحد سن السر عن كل مستضعف وحازر فما الرأي إلا الحذر أسيرك سرك إن سنته وأنت أسير له إن ظهر ونحن وسط هذه الطبيعة البكر نتحدث عن هذه الوصاة الغالية إن كنت بين الناس فأحفظ لسانك وإن كنت وحدك فأحفظ قلبك وإذا كنت على الطريق فأحفظ عينيك فكل مظاهر العفة دي تورس الصحة والسلامة بإذن الله